قلق أمريكي ودعوة بريطانية للحوار أبرز ردود الأفعال الدولية على الأحداث الدامية التي تشهدها عدن بعد محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي الإنقلاب على مؤسسات الدولة الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدر موقفا واضحا مما يجري لكنها اكتفت بالعراب عن قلقها الشديد وناشدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مرغان أرتغوس جميع الأطراف بالامتناع عن أعمال العنف ويراقة الدماء ودعت من جانبها بريطانيا على لسان سفيرها لدى اليمن مايكل آرون إلى حوار فوري لحل الصراع القائم التفاعل الأمريكي والبريطاني لم يرقى إلى مستوى خطورة الأحداث في عدن رغم تعهد المجتمع الدولي بحماية السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وهو ما جعل مراقبين يتذكرون التعامل الدولي مع انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية قبل أربع سنوات لكن آخرين يربطون طبيعة الموقف الدولي الذي لم يتعد التنديد بالموقفين السعودي والإماراتي محليا تبدو الجبهة السياسية والعسكرية مجمعة على خطورة العمل الإنقلابي على الشرعية في عدن حيث أكدت القوى السياسية المنظوية تحت إطار التحالف الوطني مساندتها للحكومة معتبرة أن وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الحكومة تهديدا لوجود الدولة في الوقت الذي أعلن فيه محافظو المحافظات الجنوبية رفضهم لانقلاب ميليشيات الحزام الأمني مواكدين مساندتهم لمؤسسات الحكومة وتتزامن هذه الردود المحلية والدولية مع تشديد وزير الدفاع على التزام مؤسسة الجيش بالوقوف ضد ما أسماها المشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الوطنية بعيدا عن ميليشيا الحوثي موسيقى